عقدت رئاسة صحة الزاخو مؤتمرها الصحفي لبيان استعداداتها وخطتها الصحية المتخذة خلال عطلة عيد الأفحى المبارك وأهم إجراءاتها الوقائية لقد وضعنا في رئاسة صحة الزاخو خطة طارية لمدة ثمانية أيام تبدأ من يوم الجمعة الذي يصادف فيه يوم عرفات وتنتهي بعد العيد في الجمعة المقبلة حيث ستكون المراكز والمستشفيات والدوار التابعة لرئاسة صحة الزاخو في خدمة المواطنين لأربع وعشرين ساعة متواصلة وتضم هذه الدوار مستشفى العام في زاخو ومستشفى الطوارئ والولادة وصلاة العمليات ومستشفى غسل الكلة ومستشفى علاج فيروس كورونا الذي نتيجة فحوصاته ستظهر في نفس اليوم كما ستقوم لجان الحماية الصحية ولجان التفتيش الصحي للأسواق والمحلات بعملها بشكل مستمر وأن ننوه هنا بأن مصابين بفيروس كورونا قد ارتفع عدد الإصابات في الأسبوع الماضي إلى مستوى كبير عدى عن زيارة المشتبى بهم بمرض الكوليرا الذي نرجو من هنا من المواطنين اتخاذ والتزام التعليمات الصادرة من وزارة الصحة في قليم كردستان ورئاس الصحة الزاخو لحماية أنفسهم من هذه الأمراض والأوبئة خاصة أيام هذا العيد المبارك وتطبيق مبدأ عدم التقارب الجماعي واستخدام الماسكات والتقليل من الزيارات كلما أمكن لأن وباء كورونا أخذ ينتشر مرة أخرى حسب إحصائيات فحوصات وباء كورونا التي تردنا من مختبرات الفحص هذه حيث نستقبل أكثر من مئة حالة في اليوم الواحد وكل عام وأنتم بألف خير